أزمة وقود جديدة تلوح في الأفق في العراق وخاصة في بغداد حيث تعاني محطات الوقود في المحافظة منذ أيام من نقص كبير في مادة البنزين لسيام المحسن الذي تستخدمه معظم السيارات الحديثة تقريبا افتريت هذه المحطة الخامسة وما جاي ألقى بنزين محسن يا أغلب المحطات لو ألقاها مزدحمة ورح نتأخر إذا أضل على الازدحم لو ما ألقى بنزين بيها يعني ما أعرف ليه شيء نحن بلد الحضارات بلد المتروس نفط هذا الوقود يعني بأي مكان تحفر تلقى بيه وقود نخلو من البنزين المحسن هس السيارات هاي راح تنعكس عليها على السيارات اليوم السيارات هاي الحديثة ما تمشي إذا مبنزين محسن أزمة البنزين التي تعيشها بغداد باتت عبئا يضاف إلى المشاق اليومية التي يواجهها العراقيون حيث بات الانتظار في طوابير المحطات القليلة التي يتوفر فيها البنزين المحسن مشهدا مكررا بشكل شبه يومي مش تروح تدور على البنزين أنا أملاحظ أكثر من واحد يعني سياراتنا نخليها بيلي بيوت ونصعى التاكسيات وابو التاكسي يشكي ابو التاكسي هو نفسي يشكي البنزين محسن ماكو والبنزين خانة التي تلقى بها البنزين محسن تلقى السيرة واصل لهناك خمسين ستين متر البنزين زينا داعاني موظف ساعة بثمانية عندي دوام أطلع ساعة بستة حتى حصل البنزين يعني إحنا بلد البنزين وبلد النفط تجي البنزين خانة يقول لك ماكو بنزين اتقياب البنزين يقولون ما يجهزوننا من الدورة ما يجهزوننا هسا يقول راحت سياراتنا ورجعت ما يجهزوننا ما عادر تردوا توقفون حتى السياراتهم عدكم نية بعد شخليته ما تقول لشخليته بعد أهالي بغداد وسائقو المركبات عبروا عن سخطهم منتقدين الحكومة الحالية متهمين أطرافا في البلاد بافتعال الأزمات ومنها أزمة الوقود في بلد يكاد يكون الأغنى في احتياطي النفط موجودة أزمة بس الأزمة مفتعلة مفتعلة يعني ماكو شيء أكيد يعني كل شيء متوفر عندنا أنا في لحظة من اللحظة تخليك توصل إلى مرحلة من الرفاهية في لحظة من اللحظة تخليك تفكر بكل الصعوبات إحنا أهل النفط وإحنا أهل الغاز وإحنا أهل الغاز تجي للمحاطة يقول لك والله بانزين ما زين أنت تصدر للدول وشعبك ما منطي ليش جاي يصدر للدول وشعبك ما عنده خطر يعني هسا طب المحاطة يقول لك ما عنده بانزين زين هاي العالم وين تروح السلطات الحكومية تنفي بدورها وجود أزمة معللة الازدحامة بزيادة الطلب نتيجة ارتفاع أسعار المنتج في كردستان العرب لا توجد أي شحة بمنتوج الوانزين الممتاز المباعر للمواطنين بسعار 450 دينار الكميات متوفرة بكافة المستدعات ولكن هناك زيادة على الطلب بسبب ارتفاع الأسعار في قليل كردستان لهذا المنتوج ويعيش العراق أزمات عدة منذ سنوات تفاقمت مؤخرا منها أزمة الوقود التي بدأت تداعياتها تظهر جلية في بعض المحافظات ومنها العاصمة بغداد